هاي اسمه بطارية تراوتر مصنع من قبل شركة اسمه مارفل وهي شركة مختصة بأنظمة الطاقة البديلة واليوم عنا مراجعة شاملة لهي البطارية مع التعرف على طريقية الاستخدام وكالعادة يا شباب قبل ما نفتح صندوق هالبطارية ونتعرف على محتوياته عاطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية اذا اصدقائي بين ايدي بطارية تراوتر مجهزة بتقنيات لتشغيل الراوتر اثناء انقطاع التيار الكهربائي مكتوب عليها انه هي وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي بشكل مصغر الكفالة الخاصة فيها هي 12 شهر وسعة البطاريات اللي فيها هي 9000 ميلي امبير وبالنسبة لقوة 9000 ميلي امبير الموجودة داخل هذه البطارية فهو رقم كتير كبير لانه الراوتر بيسحب ما يقارب ال500 ميلي امبير للواحد امبير ماكسيموم بالتالي هي البطارية ممكن تستمر معك حتى 9 ساعات من التشغيل وبلاحظ انه مكتوب عليها 1500 دورة لبطاريات ال الف بي وهي بطاريات الفوسفات الحديد والليثيوم هي بطاريات قابلة لاعادة الشحن عمرها طويل وامنة جدا ضمن المنزل منقرأ شو مكتوب على الصندوق من الاعلى اسم البطارية او ماركة البطارية من هذا المكان عم يذكر لي انه هي بتشغل عدة ادوات منها الكاميرات الراوترات وما الى هنالك من هذا المكان مافي شي من تحت مافي شي من هذا المكان شهادات الايزو الجودة الخاصة بالبطارية اما من خلف البطارية في عندي مواصفات معينة اما من خلف الصندوق عندي المواصفات الكاملة والشاملة لهي البطارية ورح اتطرق له بشكل سريع جدا عم يذكر لي بهذا المكان انه الدخل الخاص بالكهرباء من 100 حتى 120 فولت بتردد بين 50 و 60 هيرت اما بالنسبة لمنافذ الخرج الخاصة بهاي البطارية عندي الـ USB والـ DC 1 5 فولت عندي الـ DC 2 اللي هو بين 9 لـ 12 فولت للراوترات وكذلك الامر الـ BOE بين الـ 15 لـ 24 فولت وبالنهاية عم يذكر لي قوة البطاريات الموجودة بالاضافة لعدد دورات الشحن وهلأ منتعرف بشكل سريع على محتويات هذا الصندوق بالبداية عندي كتالوج بسيط جدا باللغة الانجليزية وطريقة توصيل البطارية والمواصفات اللي ذكرناها سابقا على الصندوق طبعا ما بيدعم اللغة العربية عندي بطاقة ضمان من قبل الشركة المصنعة او المستوردة وهلأ مننتقل للبطارية والتوصيلات الخاصة فيها والمنافذ الموجودة على البطارية رح نشرحهم بالتفصيل واحدة واحدة بالبداية عندي كابل الكهرباء الـ 220 فولت اللي بنوصل على البطارية بشكل دائم كذلك الامر عندي كابل خاص بوصل الراوتر على البطارية مباشرة من الواجهة الامامية عندي زر البور بالضغط المطول عليه بتشعل البطارية عندي الضوء اللي بعدل منه هو دليل وصول الكهرباء على البطارية او العمل على البطاريات الداخلية الضوء اللي بعدل منه بيعطيني ترميش او بيطفي وبيشعل بشكل مستمر دليل على شحن البطارية عندي ضوء 9 فولت دليل انه هلأ هي عم تخرج 9 فولت وعندي ضوء 12 فولت دليل على انه هي عم تخرج 12 فولت من اسفل البطارية ما عندي شي يذكر الا المنافذ والمخارج شو عم تدخل فولتيات شو عم تخرج فولتيات وهلأ مننتقل يا شباب لا اهم شي بالبطارية المنافذ والمخارج الموجودين عليها اول شي اصدقائي منشرح عن منفذ البي او اي الموجود بهي البطارية شو هو البي او اي البي او اي هي تقنية نقل الطاقة عبر الايثرنيت لاجهزة منخفضة القوة الكهربائية بمعنى اخر انه بعض اجهزة الكاميرات والمراقبة ونقاط الاتصال اللاسلكية التي لا تستهلك الطاقة لم تعد بحاجة لبطاريات او منافذ طاقة خاصة حيث يمكن للبي او اي توفير ما يصل حتى 15 واط لتوصيل هاي المعدات وطبعا فينا نامن طاقة عن طريق البي او اي اما 15 فولت او 24 فولت حسب التجهيزات اللي موجودة عندي اكيد موضوع البي او اي في كتير مننا ما رح يستفيد منه بالمنزل لحنا مهمة البطارية تشغيل الراوتر وهلأ مننتقل للمنافذ الاساسية بالبطارية عندي منفذ الاوتبوت هذا اللي هو 12 او 9 فولت بهذا المكان او بهذا المفتاح فين يغير اما 9 واما 12 وبالتالي الاضواء اللي عندي هون بتختلف اما 9 او 12 وطبعا ملاحظة مهمة جدا موضوع التسعة والاثناش موجود خلف الراوتر او على الترانس الخاص بالراوتر بالاضافة لمنفذ 5 فولت هذا المنفذ ممكن يفيدك كتير ببعض الاجهزة الكهربائية يلي بتستهلك الـ 5 فولت فقط اضافة لمنفذ USB بقوة 5 فولت قابل لشحن الجوالات والكاميرات وبعض المعدات واخيرا عندي المنفذ الخاص بتوصيل الطاقة الكهربائية لهي البطارية لحتى تنشحن وهلأ رح نتعرف على طريقة توصيل البطارية على الراوتر اول شي الراوتر اللي عندي هو 9 فولت هذا الشي وين لقيته موجود خلف الراوتر بهذا المكان اذا اول شي انا رح ساوي انه رح حط البطارية على وضعية التسعة فولت اذا عن طريق هذا المفتاح اما 12 واما 9 انا حطيته بوضع التسعة فولت الامر الثاني بوصل كابل الكهرباء بالبطارية وبعد ما وصلت كابل الكهرباء بالبطارية منلاحظ انه زر الاسي عطى ضوء اخضر دليل على انه هي اخذة كهرباء وعندي زر البات عب يضوي احمر ويضفي دليل على انه عب تنشحن البطارية اضافة لضو التسعة فولت عاطي الضو اللونه اخضر وبالنسبة لتوصيل الراوتر بيكون عن طريق هاي القطعة او هاد الكابل منلاحظ انه الدخل بيكون بهذا المكان والخرج بيكون بهذا المكان اما لراوترات الديلينك الجكة الرفيعة واما لراوترات التيبيلينك والتيندا وما الى هنالك بتكون جكة عريضة نوصل خرج البطارية بهذا المكان اللي مكتوب عليه تسعة واثنعش اكيد مو على الخمسة فولت لانه انا بدي يوصيل راوتر وبوصل الجكة المناسب للراوتر المناسب حسب الجكة الخاصة في انا عندي جكة هون عريضة بوصل بالجكة العريضة طبعا منلاحظ اضواء الراوتر اشتغلت مباشرة وبلشت البطارية تعطي كهرباء طيب هلا السؤال الاهم انا كيف فيني يطفي هاي البطارية كالعادة ضغط مطول على زر البوار بتطفي البطارية بهذا الشكل عبيعطيني لمبة لونة خضرة دليل على انه هي حاليا فايت عليها كهرباء وعب تنشحن تمام يا شباب ضغط مطول عليها بترجع بتشتغل بهذا الشكل وبيرجع الضوء الاحمر بيشتغل هون بالبطارية دليل على انه البطارية عب تعطي للراوتر وبنفس الوقت عب تنشحن اصدقائنا في ملاحظة مهمة جدا بالنسبة للأضواء اللي على البطارية وخاصة الضوء اللي بالمنتصف اللي بيعطيني قدرة البطارية أو قدرة شحن البطارية الضوء الاخضار دليل على انه البطارية ممتلئة فل لما بيتحول هذا الضوء للون البرتقالي دليل على انه انخفضت للنصف لما بيصير اللون الاحمر دليل على انه انه البطارية صارت بآخر الشحن الخاص فيها طبعا يا شباب هاي الملاحظة صورناها بعد ما سجلنا الفيديو بالكامل وبعد ما شحننا البطارية فل وفرغناها لنقطة الصفر لتبين معنا انه الأضواء هنين الاخضار والبرتقالي والاحمر وهلأ لنفرض انه انقطع التيار الكهربائي شو رح يصير اللي رح يصير على الشكل التالي فصلنا الكهرباء بهذا الشكل عطاني ضوء لونه احمر على الاسي دليل على انه ما في كهرباء وبيبلش رمز البطارية يرموش بشكل اسرع دليل على انه عم تستنفاذ البطارية للراوتر وبعد ما قعدنا كابل الكهرباء للبطارية رجعت تشحن بشكل طبيعي ومنلاحظ انه الراوتر لا طفى ولا شعل ولا صر شي نهائيا وتمع بيشتقل على البطارية بشكل مباشر واكيد يا شباب كابل الكهرباء بيظل بشكل دائم بالكهرباء ليلة نهارا ما منلغي عن الكهرباء نهائيا والبطارية كذلك الامر منطفيها في حال الخروج من المنزل لفترات طويلة اما بالنسبة للكابل الواصل على الراوتر بيظل موصول بشكل دائم يعني بمعنى اخر اذا اجت الكهرباء نلغيها ونوصل للراوتر على الاترانس الخاص ما في داعي لانه هاي البطارية عاب تنشحن وبنفس الوقت عم تخرج كهرباء للراوتر هاي العملية او هاي التوصيلة بتخليها ليلة نهارا بهذا الشكل يعني ما في داعي لا لا تفك ولا لا توصل كل ما طفت الكهرباء او اجت الكهرباء امر واحد فقط هو طفي البطارية بشكل كامل في حال الخروج من المنزل لفترات طويلة انت مسافر انت بتشتغل اكتر من 6 ساعات وما في حدا بقلب المنزل خلال هال 6 ساعات لا مانع من ايقاف تشغيل البطارية لعمر اطوال للبطاريات اللي جواتها وبنهاية هذا الفيديو يا شباب حبيت وضح معلومة مهمة جدا عن امان هاي البطارية للراوترات بشكل عام هاي البطارية بمجرد نزلة الفولتية الخاصة فيها تحت 7 فولت بتطفي مباشرة هي والراوتر سوا بالتالي هي امنة جدا على الراوتر اما من ارتفاع الجهد او من خفوض الجهد وبالنسبة للابطال اللي ضلوا معنا لنهاية الفيديو بحب اللون شكرا لمتابعتكن والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية ترجمة نانسي قنقر